موسيقى اخواني واخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من سلسلات اضافات وادوات تصميم المواقع اليوم سنشرح اضافة جديدة لعمل هوفر جميل تسمى الهوفر ماستر اولا سنقوم بتحميلها من مواقع الجيت اب سأضع لكم العنوان في وصف الفيديو دونلود زيب بعد تحميل المجلد المضغوط سنقوم بفك الضغط عنه سنحصل على هذا المجلد ندخل الى فولدر السيسس ثم نأخذ هذا الملف الهوفر دوت مين دوت سيسس هو ملب في الهوفر سنأخذ الملب في المضغوط كونترول سي ثم نضعه نضعه في الفولدر الذي نشتغل فيه في فولدر السيسس نعود الى الى ملبات الاضافة وهنا اذا فتحنا ملب الانديكس سنجد الكثير من الامثلة التي يمكننا الاستفادة منها ولقراءة الديكومونتاج الديكومونتاجن نفتح ملف الريدمي نفتحه بالنوتباد سنجد طريقة استعمال اضافة طبعا سنستدعم البسيسس بعد استدعائه سنقوم بوضع الكلاس بأدي الطريقة حتى نحصل على التأثير المناسب اذا هذه هي الكلاسات التي يمكن استخدامها وهذه هي التأثيرات تأثير يكفي وضع الكلاس والحصول على التأثير كما ترى تأثيرات جميلة جدا الآن سنعود فورا إلى ملفنا الخاص وسنكتب كما ترى تأثيرات نفتح نفتح كما ترى الآن سنكتب مثلا سنكرر هذه التأثيرات سنكتب سنكرر مجرد بالتأثيرات شكري النрыث سنكرر السوري الذهاب الطب بعض الصحيص كمثال سنقوم ب نبدأ برزت و الناف والول ولل على سفر والمارجن سفر ثم اليو ال نبدأ بالنفذ سنضع لها مرجن حتى لا تكون ملتسقة في الآلة مرجن خمسين بيكسل ثم اليو ال list style بالنسبة للي سنقوم بعمل float طبعا قبل ذلك ال overflow hidden حتى لا يكون هناك تأثير لل float على ال background التي سنضعها لاحقا وبعد ذلك سنكتفي بعد القدر حاليا وسنرى اولا التأثير من هذه هي سنضع سنضع واتس للبادي 25% و margin auto هكذا افضل سنبدأ بوضع التأثيرات لوضع التأثير ال overmaster نقوم بوضع تبدأ ب ال right مثلا sweep to right ctrl s ثم نلاحظ هذا هو هذا لدينا ايضا سنضع مثلا من لبقية الروابط class عشبه r- grow ثم نضع لبقية الروابط يمكنك تجريب بقية تأثيرات هي بسيطة جدا يكفي استدعاء class بعد ذلك يكون التأثير كما ترى التأثير موجود نستكمل التصميم بالنسبة للروابط سنضع back ground باللون الرصاصي الفاتح وال لون نص بالرصاص الغامق باللون اشارة ديكسل خمسة عشرة ديكسل ومارجين مارجين لفت ومانو لاحظ كما ترى تأثير جميل جدا كما ترى جميل جدا هناك عدة انواع من التأثيرات التأثيرات الخلفية وهذه تأثير 2d transitions بالنسبة للعيقونات هنا ستحتاج للفونت اوصوم سنقوم بتجربة يوما ما عندما نشرح الفونت اوصوم اولا بوردر ترونزيشن يمكن ان نجربها هنا بوردر فيد هنا عيوض نكتب بوردر هاي كذا تكتب لا فايت فايت كما ترى تأثيرات اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على الزر لايك والاشتراك بالقناة اذا كنت لم تشترك من قبل وفي انتظار فيديو اخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودمتم في رعاية الله وحفظه